شارك سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي في فعاليات اليوم الرياضي الوطني لمملكة البحرين بحضور سمو الرائد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وسمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وذلك في الحرس الملكي وبهذه المناسبة أكد سمو قائد الحرس الملكي أن قوة دفاع البحرين تؤمن بأهمية الرياضة العسكرية والتي تضمن المحافظة على مستوى اللياقة البدنية عند منتسبيها حيث أنها تعد من أهم الخصائص الواجب توفرها في المقاتل العسكري مشيدا سموه بما تحظى به الرياضة العسكرية من دعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه ومتبعة مستمرة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لقطاع الرياضة العسكرية واتنى سمو القائد للحرس الملكي على المكانة المتميزة التي تبوأتها الرياضة العسكرية بقوة دفاع البحرين والتي تجلت عبر إنجازات رياضية عسكرية متعددة في المحافظة الإقليمية والدولية موسيقى